السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندسين دلت السنة واخباركو ايه? معادنا النهاردة مع حال نموذج الخامس في بوكلة التفاضل الخاصة بمنصة اشتر. تعال النهاردة نشوف شكل مع بعض اسات زي الامتحان شكل عامل ازاي? ونركز مع بعض في كل سؤال. عشان ربنا يوفانا ان شاء الله بمطعة في امتحان اخر السنة. نبدأ مع بعض فاقول سؤال. اول سؤال بقول ايه? بقول لك ايه? اقرأ كده. كتا زاية زطا. في كتا ناقز زطا. هلو دولكم سوى ملوما؟ مترافقين. هاتدرب ازاي? اول في اول تاني في تاني. كتا في كتا تربيع ناقز زطا تربيع س . كلام ده على جأة اتنين س. هنا عايز عاي الفاق من اولا سنو. اولا اه اولا. خدنا في اولى ان كتا تربيع ناقز زطا تربيع كان وهو دعبنا عن ايه? واحد علاجاتك اتنين. واخدنا في اولى انه واحد علاجاتك ده مقلوب. يبقى دي قاسات زكا اتنين سين. يبقى يسؤول يقول لي بقى صاد بتساوي قات من سين. انت عايز مين يا سيدي؟ انا عايز ده السلعة ده السين? يعني عايز المشتاك. فاكرين القوة مشتاكتة ايه? اه القوة مشتاكتة كافزة. يبقى اتنين سين في زا تنين سين. هنطلع برا مشتاكة الزاوية اللي هي اتنين. تبقى عندي اسات زا اللي هي جاء بقى رقم به. اتنين قاط نين سين زا تنين سين. معتمد هنا على حفظ قوانين. قصير مترافقين هضرب. اول في اول تاني في تالي. كطف كطب كطة تربيع. مجب في سالب بسالب زا تربيع. كطة تربيع زا تربيع. ده قانونة بكام? بواحد. واحد علاجاتها اللي هي قا مشتاكتة قافزة. وده كان اول سؤال معنا. نجينا للسؤال اللي بعضه. نهاية ما السين تقول صفر? التعاود اطلع صفر على صفر كمية غير معيضة. طيب لما جينا يا ساتزة احل. دول كم نهاية? دول نهايتين. اللي فوق دي نهاية? لغة رتم ستة سين زايد واحد. الاساس هي? كلام ده هنا على تلاتة قص سين نقص واحد. طيب الحل بتاعها ساتزة ايه? انا هنا في المقام محتاج مين? انا في المقام محتاج هنا سين. وهنا برضو محتاج سين. حالو. طب هنا محتاج سين. بس محتاج قدامها كم? ستة. هل ينفع ده فينا ستة اوه ينفع? ستة تحت وستة فوق. فيطلع هنا اصدقى الاجابة هتساوي لغة رتم هاي? للأساس هي هتساوي واحد. واحد في ستة بستة. كلام ده على några. تلاتة قص سين ناص واحد على السين. انه اينا كنت بتساوي ساتزة لغة رتم تلاتة هي الأساس هي فوق كل لغة رتم تلاتة ゲل اصدقى. طيب اطلع فوق. فيبقى ستة فيه? لغة رتم هي للاساس تلاتة. تبعين يا ساتزة قولو ستة لغة رتم هي الاساس تلاتة لاجابة رقم دا. صوت تساوي سين عين بتساوي سين فان معدل تغير عين بالنسبة للصاد. عايز معادة تقول عين بالنسبة للصاد. اشتقاك برامتري. هنشتاك الاولى. اشتاك التانية هقسموه على بعض. يلا هنا هقول ده العين على ده السي تساوي. تلاتة سنت اربية مشتاكتة ستة سي. طبول اتنين صفر. نشتاك الاولى هبقى اسمها ده الساد على ده السي. اربعة سنت اكاين مشتاكتة اتناشر سنت اربية. وبعدين هقسموه على بعض. هنشيل السي مع السين فيتفضل ده العين على ده الاساب بتساوي. لما اسم ده امت السين تروح معا التربيع. عالستة فعال واحد عالستة فعال اتنين. يبقى واحد على الاتنين سين. الاجابة رقم جيد. برضو سؤال كويس. نجي للسؤال بعده. هنا بقول لك صاد هنا بقول لك سين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة. اي من العبارات التالية خطأ. طيب تعال نشوف يا الله من الغلط. اول السؤال بقول ادلة تزايدية في الفترة من واحد لخمس. من واحد لحد الخمس تزايدية ده كلام صح. طيب ادلة لها قيمة عزمة محلية اخو بلك ان ده خطأ في السؤال هي عندما اسم بتسويه خمس. ادلة لها قيمة عزمة محلية عندما اسم خمس. عند الخمسة لها قيمة عزمة محلية ده اجابة صح. ادلة تناقصية في الفترة من خمسة لسبعة. من خمسة لسبعة فعلا تناقصية. دي اجابة صح. ما عادش غير الاخيرة قد لقى كيمة صغرى محلية عندما السن بتساوي خمسة. لا عند الخمسة كيمة عظمة. يبقى الاجابة الخطأ ايه الاجابة رقم ده ودي اللي هو عايز. السؤال اللي بعضه. لكن السؤال ده بقول ليه? صاد اكتبه لقى عشان انا مش هاضح قوي صاد بتساوي هاي? قص لغريتم. السن تربيع الاساس هي. ده كان لقى قانون. ده احنا قانون خدنا في تاني سنوي. دي كان بتساوي سن تربيع. يبقى صاد تساوي سن تربيع. زائد لغريتمي سن تربيع. ممكن ننزل اتنين. تبقى اتنين لغريتمي سن الاساسي. نبدأ يلا نجيب ايه? المشتق. هو عايز في مسألة مال المستقيم. مشتق سن تربيع مشتق قطة اتنين سن. طب لغريتمي سن واحد على سن. مضروب في اتنين تبقى اتنين على سن. قالك عندما السن بواحد. واحد في اتنين اتنين. اتنين على واحد باتنين. اتنين معدى اتنين فالاربعة. يبقى الميل بتساوي اربعة. مسألة استنى. ده مش عايز الميل. ده عايز ميل العمودي عليه. اه صح. العمودي عليه. اقل بواقس الاشارة. بدل ما الاربعة على واحد. تبقى السالب واحد على اربعة. ايه الاجابة? رقم ده. السؤال بعده. سن بتساوي يصاب بتساوي. مماس افقي. اه. الدلة بيكون لها مماس افقي. كلمة مماس افقي. يعني بيوز محور السناء. بيوز محور السناء. يعني الميل بيساوي صفر. والمل ده اللي هو دل صد على دل سين. فأنا عايز دل صد على دل سين. هاعمل ايه? يلا. بالنظر كده. ده اشتقاك ايه? برامتري. هاشتاك دي. فبقى اسمها دل صد على دل نون. ستة نون تربية مشتاقطة. اتناشر نون. اربعة نون مشتاقطة اربعة. الحداشر صفر. هناشتاك الاولى. هيبقى اسمها دل سين على دل نون. تلاتة نون تربية تبقى ستة نون. ستة نون تبقى ستة. طيب. هنا يا ساتزة قال لي بقى قلنا في البرامتري هقسمهم على بعض. طبعا دل سين على دل نون. لما قسمهم هنشيل دل نون مع دل نون هيتفضل دل صد على دل سين. بتساوي. اتناشر نون زيادة اربعة على ستة نون زائد ستة. الرجل قال لي ايه? قال لك المماز افكي. فانا ردنا عليه وقلت له افكي يعني بيوازم يحور السنات. فرد عليها وقال لي بيوازم يحور السنات. يعني بيوازم يحور السنات. يعني بيوازم يساوي صفر على واحد. ابدأ اضرب طرفين في وسطين. واحد في البص ينزل زي ما هو. اتناشر نون زيادة اربعة بتساوي الصفر في اي حاجة بتساوي صفر. اربعة موجة بتخرج سالب واسم على اتناشر وانهم بتساوي سالب اربعة على اتناشر يعني سالب طلع. يبقى عندي الاجابة يا صد زي رقم الف انهم بتساوي سالب طلع. يلا. ده السن بتساوي الف سن تكعيب موجة بيه سن تربيع موجة باربعة حيساوي في بيه السوابت وكانة واحد وخمسة نقطة انكراب. اولا واحد وخمسة عبا مرتين. مرة في المعضلة الاصلية حط السن بواحد. تكعيب بواحد في الف تبقى الف. واحد تربيع بواحد في بيه تبقى بها. زياد اربعة. الكلام ده هيساوي الخمسة. الاربعة من وجهة بتاخلك سالب. يبقى الف زي بيه بتساوي خمسة من اربعة فيها الواحد. واعود بقى في كمان? في المشتقة التانية. نشتاكر المشتقة التانية. نجيب الاول المشتقة الاولى. الف سين تكعيب تبقى تلاتة الف سين تربيع. بيه سين تربيع تبقى اتنين بيه سين. دي المشتقة الاولى. نجيب المشتقة التانية. تلاتة في اتنين يبقى ستة الف سين. اتنين بيه سين تبقى اتنين بيه. فاكرين بعمل ايه? بقضوا المشتقة التانية واسويها بالصفر. هعاود على السين في المسألة بواحد. واحد في ستة الف تبقى ستة الف زيادة اتنين بيه بتساوي صفر. ممكن هم يقول له يبقى يعني اتنين بيه بتساوي سالب ستة الف. وممكن انا سامع الاثنين يبقى البيه بتساوي سالب تلاتة الف. تمام. حطوا البيه سالب ترات الف. هتبقى الف نقص ثلاثة الف. يبقى سالب اتنين الف. فقال يبقى سالب. اتنين الف بتساوي واحد. ومنها الالف هتساوي سالب نصف. حط الف بسالب نصف. سالب في سالب بموجب. تلاتة في نصف يبقى تلاتة على اتنين. يبقى هنا هتسازة البيبي يساوي تلاتة على اتنين. هو عايز يضرب بقى من في مين? عايز يضرب الف في ب. الف اللي هي سالب نصف. في ب اللي هي تلاتة على اتنين. تطلع الاجابة سالب تلاتة على الاربعة. وانا في خطأ في الاختيارات. هيبع عندي الاجابة قولنا يا سادزة. سالب تلاتة على كام على الاربعة. يبقى تاني. انا عوضت بالواحد وخمسة. كم مرة? مرت ايه? مرة بواحد وخمسة في المعادلة الاصلية عملت السين بواحد والصاب بخمسة. بمرة في المشتقة التانية عوضت عن السين بس بكم? بواحد وسوطها بصفر. طلعت الالف طلعت البيه. عاز رابعهم نرابطهم في بعض. السؤال اللي بعده? السؤال حلو وسائل وفي نفس الوقت صعب. نعم اول ليز اقول لك كده. بقول لك ايه? ده عازك تبقى السعيد له. ازاي? دي اللي يبقى كده عباره عن ايه بقى? واحد على السين. على لغاريتم. سين الاساسة. دي اللي هي اساسة زي بدلا ما هقول واحد على السين على هقول فيه. بدلا ما لغاريتم على واحد. يبقى واحد على لغاريتم. فيه كانت جاية مكتوب المنزر ده كده. فانا رجعتها الاصلاق خليتها ايه? واحد على لغاريتم سين الاساسة. اقول لك ليه? يلا اقول لك ليه? لغاريتم سين ايه مشتقطة? واحد عباسين. اصبح البسط مشتقط المقام. طب لو البسط مشتقط المقام تبقى الاجابة? لغاريتم مقياس المقام. لغاريتم السين الاساسة. طبعا برضو هي الاساسة. طبعا ما ننساش كلمة زايد مين? السابق. فبقى الاجابة لغاريتم. مقياس لغاريتم السين الاساسة وانا الاساس هي زايد السابت. طبع الاجابة رقم ايه? من ضمن الاسئلة الحلوة اوي يركز فيها. بقول لك ايه? سنتك عيب ايه مشتقطها? تلاتة سنت اربيع. طب هل ينفع اضرب في تلاتة اهه مصر ساعل ايه المشكلة? اضرب برة في تلت. اصبحت دل اصية في مشتقط اصها. فاكرين? ماليش عرقب المشتقة اخد دلل اصية زمعية. طبعا ما نساش مضروف كام في تلت. يبقى تلت ايه? انت كعيب الاجابة رقم الف فقط لا غير مش عمل اي حاجة تاني. يلا تاني. هنا بيقول ليه? تكامل دلسين باربعة. مصر? تمين? انت مش شايف? لايه يا عما فيه اتنين برة ايه? مضروبة. هتروح معلصومة. فبقى تكامل دلسين من تلاتة الخمسة بيساوي تمانية عالية. نفعل الاربعة. طيب. تكامل دلسين من تلاتة الاربعة. او تكامل دلسين من تلاتة الاربعة. بيساوي. هاسمع التلاتة تسعة التلاتة فى التلاتة. هو عايز تكامل دلسين من الاربعة الخمسة. عايز تكامل دلسين من اربعة الخمسة. مصر. في اربعة. حاضر يا عام هضرب لك فاربعة. السؤال بقى دي بتساوي كام? علمتوك قبل كده طريقة سهلة جدا في الكلام ده. بص يا سين. من تلاتة لحد الخمسة. باربعة. ومن تلاتة الاربعة بتلاتة. طق من تلاتة الاربعة بتساوي تلاتة. طب دي تلاتة وده كلها اربعة. يبقي دي بكام? بواحد. هو عايز من اربعة الخمسة. اقول له من اربعة الخمسة بواحد. قال لي بص يا رب فاربعة طلعوا عام سهلة اربعة فواحد بتساوي اربعة ولا تزعر نفسك. يبقي اينا اللي جابا بتساوي كام? اربعة. اللي جاب typically دل السؤال في الامتحان هيبقى موجودة اساس ان شاء الله. السؤال لبعض. كده الادال ده السين بتساوي مكياس ايه ده مكياس? كنت بعمله عادة تعريف. بفككوا مراتين مرة موجب مرة سالب. صح? يلا. يوم مرة سين فيه. سين واس اربعة. مرة سالب سين فيه. سين واس اربعة. ما انا بفك المكياس بس مرتين مرة موجب مرة سالب. كنت بينا بكتب ايه? سين اكبر من واصغر من سفر المكياس. لا صفر. طب تاني. سين في سين بسين تربعة نقص اربعة سين. طب هنا. سالب سين تربعة موجب اربعة سين. سين اكبر من واصغر من سفر. دي الدلة. نشتقها. فلما اشتقها اقول ايه? سين تربعة بها اتنين سين اربعة سين بربعة. سالب اتنين سين موجب اربعة. حالو. بعدها باشتقها بسواب الصفر. فالب هنا يا سادزة اتنين سين نقص اربعة بصفر يبقى اتنين سين باربعة يبقى السين في الاولى السين بتساوي اتنين. سين اكبر من صفر يبقى الاتنين معاي. أتنين سين زين اربعة بصفر. سالب اتنين سين بسلب اربعة يبقى السين باتنين هنا السين اصغر من صفر يعنى fala ليش معنا بس انا اخدهاındaki فوق. يبقى السين ما اقول اügen معنا. طب راجل قال ليه بقى? عايز قيمة صغره مطلقة. في الفترة من سالب واحد لتلاتة. كنت بجيب مين? بجيب دلة السالب واحد. تمام. بنجيب دلة التلاتة. ده كلام مصبوط. كل اتنين موجودة بينهم. فاجيب دلة الاتنين. يلا. دلة السالب واحد. عوض في المعادلة الاصلية عن السين بسالب واحد. بسالب اربعة سالب خمسة في مقيض سالب واحد بواحد. سالب خمسة في واحد بسالب خمسة. دلة التلاتة. نحط السين بتلاتة. تلاتة من اربعة سالب واحد. سلب واحد تلتة يبقى سلب تلتة. ده التلاتين. اتنين نقص اربعة بسلب اتنين. مقياج سلب اتنين باتنين. اتنين فى سلب اتنين. وعندي سالب اربعة. هو عايز اه? كيما صغره مطلقة. ازهر رقم عندي? سالب خمس. امتى? اقول له عندما السين كانت بتساوي سالب واحد? او كيما صغره مطلقة. او ازلك عندما السين بتساوي سالب واحد. واقمتها بتساوي سالب خمسة. يلا اذا كان منحناة دلة يمر بنقة اتنين واتنين جزر اتنين. وكان الميل ل спасибо الميل مالو. بقول لك عن دо凭ه نقطة عليه. وليكن على النقطة دي. يساوي الاحداث الصادي على الاحداث السنية. يعني بيساوي صدا على السن. طب ما اتنين جزر اتنى. على اتنين فقل جزر اتنين. هو عايز المعادلة. سمع القانون. قانون معادلة بيقول مين بتساوي? الصدمة الصدو واحد على السن نا. السن واحد. الميل رجل قال اب جزر اتنين. فالو بقى جازر اتنين على واحد بيساوي صد ناقص صد ناقص النقطة اتنين السين باتنين والصد باتنين جازر اتنين. اضرب طرفين olfواقصتين وواحد فصد يبقى الصد قاس جازر اتنين. جازر اتنين في صين بجازر اتنين في اتنين باتنين جازر اتنين. دولوا يروحوا مع بعض. بقى الصد بتاوي ايه أجابة? رقام الف. السواد برضو كان كويس مباشر. اللي بعده. بيقول ايه? تكامل ده السين الياه دي. بتقول ماش تكامل اتنين سين زائد واحد. كل تكعيب. في الفترة من صفر الكاف بيسوى عشرة. في الفترة من صفر الكاف بيسوى عشرة. بقول لك ايه? فعندك حل خبيس وحل محترم. الحل الخبيس بنجرب الاختيارات. اه. وريح نفسي. لأ انا خليف الحل المحترم يا عام. الحل المحترم فكرين كوس بتكامل ازاي? بزود القس واحد واسم على القس الجديد وادرافه معامل السين. فهم اتنين سين زائد واحد كل قس اربعة. واسم على اربعة. في معامل السين اتنين. اتنين فاربعة تمانية فاص باحد ده ستزاتهم. في الفترة من صفر الكاف بيسوى عشرة. ها? هعمل ايه? صح. اعوض بكاف. فيبقى تم في اتنين سين هنعوض بها بكاف. فيبقى اتنين كاف زائد واحد. الكل قس اربعة. نقص. اعوض بايه? صفر. اتنين في صفر بصفر. صفر مع الواحد بواحد. واحد بصي حاجة بواحد. واحد في تمان بتم. فوى الناس تم. كرام ده كله هل بيسوى كم? بيسوى عشر. ممكن اعملها على الحال ب بس تعاني كبان شغل دماغنا. هضرب في تمانية. يبقى اتنين كاف زائد واحد بكل قس اربعة. هضرب وتمانية بواحد. هضرب في تمانية بتمانين. الواحد سالبي يخرج موجب. يبقى اتنين كاف زائد واحد. الكل قس اربعة بيسوى واحد وتمانين. لو حد يفتكر واحد وتمانين تبقى تلاتة قس اربعة. ولو انت نسيت اللي اختيارات هتفكرها. نسيت يا مستر. ممكن طالب قولي قص بيساوي قص بيساوي الاساس. يعني اتنين كاف زائد واحد بتساوي تلاتة. مستر ده غلط? طبعا غلط. القص بيساوي القص والقص زوجي. فالاساس هيساوي الاساس مرتين. مرة موجب ومرة سالب. فمرة هقول اتنين كاف زائد واحد بتساوي سالب تلاتة. واحد موجب يخرج سالب اتنين كاف باتنين. ومين بقى كافة تساوي واحد. واحد موجة بيخرج سالب بيبقى اتنين كافة سالب اربعة بيبقى كافة تساوي سالب اتنين. بقت عندي مجموعة تحل كما سادزة واحد وسالب اتنين. الاجابة رقم بقى. برضو من ضمن الاسئلة كوية ساوي. حجم الجسم الناشئ من دور حجم. اه دخلنا في الواحدة الاخيرة. في الحجوم. اللي كنت قلت انت عايزت كامل. انت عايز الحجوم حول محور السين ولا حول محور الصاب. حول محور السين في قولتها كامل السين تربيع. ما تنساش بضرب فباي. طب يلا. حجم الجسم الناشئ من دورة المنطقة ده ايه? والمستقيم سين بتغيضها سين بسالب واحد. دورة كاملة حول محور السينات. خبق لك. مش دي صد. لو عايز سات تربيع هربع الترفين يبقى سين زاد واحد. لو عايز حول محور السينات فها كامل السات تربيع. السات تربيع يليس زاد واحد يبقى كامل سين زاد واحد. ما تنساش في الفترة قال لي من سالب واحد لتلاتة. يا من سالب واحد لتلاتة. ما تنساش تضرب في باي. ممكن نكامل بتربيع العادية. ممكن نكامل على حزبة. تعالنا رياح دماغنا ونكامل على حزبة بشكل مباشر. هنا قولت تكامل سين لالفة اكس زاد واحد. كلام ده من سالب واحد. من سالب واحد الى التلاتة. طلع بتسوي تمانية. في باي. تبقى تمانية باي. الاجابة رقم جيم خلص السوقات. يلا. هنا بيقول تكامل كطة زاد زاد كولة تربيع. عالوا استنى. رقم واحد ده قصوا كولة تربيع. هربع الاول يبقى كطة تربيع سين. هربع التاني يبقى زاد تربيع سين. الاول في التاني في اتنين يبقى اتنين قطة سين زادة سين. بقول لكم ايه? قطة تربيع لا تكامل. سالب زادة. قطة في زادة لا تكامل. سالب قطة. الزادة تربيع ملحاش تكامل. طلو مستار. احنا خدنا في قولة سانوية قانون كم بيقول واحد زائد زادة تربيع سين بتسوي قطة تربيع سين. وده نفس اول قانون استخدم نفس اول اللي امتحان نهارده. صح? ومنه نستنتج ان زادة تربيع سين بتساوي قطة تربيع سين نقص واحد. فانا اشيل زادة واحط قطة تربيع نقص واحد. فاصبع هصير بالتكامل. قطة وقطة يبقى اتنين قطة تربيع سين. نقص واحد. وده تنزل تحت موجب اتنين قطة سين في زادة السين. نده اللي نكامل قطة تربيع تكاملها. سالب زادة. فيبقى سالب اتنين زادة سين. طب قطة في زادة. كانت تكاملها. اه مصر عندك قطة مش تقطة سالب قطة في زادة. قطة في زادة كانت تكاملها سالب قطة. في اتنين يبقى سالب اتنين قطة سين. الواحد طبعا تكامله سين وقوله زايد مين? السب. تبدو مش مجددا في الاختيارة. اصلا فيه خطف الاختياري. شايفين ده اهمة ممكن يعمل فيهم ايه? اخد السالب اتنين عمل مشترك. فيتفضل ايه? فيتفضل زاطة سين موجب قطة سين ناقص سين زايد السابت اللي جابه رقم الف بس ازاود انه هو سالب اتنين. برضو مضمن الاسئلة كويسة اول. السؤال اللي بعده بيقول ازا تحرك الجسيم على المنحنة سين تربيع نقص اتناشر ساب بتساو سين تربيع نقص اتنين ساب بتساو اتناشر. وكان سرعة الجسيم عند النقطة اتنين سالب اربعة في اتجاه محور السنات اربعة. يقصد ده اللي سين على ده النون. فقلنا سرعة الجسيم عند النقطة في اتجاه محور الصادات يعني عايز ده اللي صاد على ده النون. تجيل انا اشتاك معدلات زمنية. سين تربيع تبقى اتنين سين في ده اللي سين على ده النون. نقص اتنين صاد تبقى اتنين في ده الصاد على ده النون. بتساوي صفر. قال لك انا يا ساد زي? السين بكم? باتنين? اتنين في اتنين باربعة. طيب ما قال ده السن على ده النون باربعة يبقى اربعة فاربعة. نقص اتنين في ده الصاد على ده النون بتساوي صفر. اربعة فاربعة بستاشر. موجب تخرج سالب. هنشيل السالب مع السالب. يبقى ده صاد على ده النون هتساوي ستاشر على اتنين فالتمانية. الاجابة رقم جيم ونروح للسؤال اللي بعض. قيمة عزمة بالنقطة واحد وتسعة. هنعوض مرتين. مرة في المعادلة الاصلية. حط السين بواحد تربيع بواحد في الف بالف. واحد في بي بي. زايد واحد بتساوي تسعة. الواحد مجا بيخرج سالب بالف زايد بي بتساوي تسعة من واحد تمانية. قيمة مشتكل قولها هتساوي. الف سين تربيع اتنين الف سين. بي السين تبقى بي. هاخد المشتكل اصلاها بالصفر. يبقى اتنين الف سين زايد بي بتساوي صفر. حط السين بواحد. واحد في اتنين الف تبقى اتنين الف زايد بي بتساوي صفر. يبقى بي بتساوي سالب اتنين الف. احط البي سالب اتنين الف. الف نقص اتنين الف تبقى سالب الف. يبقى سالب الف بيساوي تمانية. ومن الالف هتساوي سالب تمانية. حط الف بسالب تمانية. سالب في سالب وموجب تمانية في اتنين ستاشر. بل بيه بتساوي ستاشر. هو عايز اعمل ايه? عايز اجمع الالف مع البيه? هجمع الستاشر مع السالب تمانية. فيها التمانية الاجابة ورقم به. وبرضو كان سؤال كويس جدا. نجي للسؤال بعده. مقياس. هعمل له. اعاد التعريف. هينزل كم مرة? مرتين. مرة موجب مرة سالب. سين في سين. تبقى سين تربيع. وهنا سالب. سين تربيع. سين اكبر منه واصغر منه. سفر. نشتق. السين تربيع مشتقطة اتنين سين. وهنا سالب اتنين سين. دي المشتقة. طيب هو عايز مين? عايز المعادلة. قولوا المعادلة بوليها ساتزا. مين بيتساوي? ساد ناقص ساد واحد على سين ناقص سين واحد. طيب النقطة. سالب اتنين سالب اربعة. يبقى ساد ناقص على سين ناقص. سالب اتنين سالب اربعة. سالب في سالب بموجب. لسا الميل. السين بسالب اتنين. فاجب الميل من فوق لمن تحت. من تحت الفق اصغر. حطوا هنا السين بسالب اتنين. سالب في سالب بموجب. اتنين في اتنين باربعة. يبقى عندي هنا سيزا الميل بيساوي اربعة مستار. مستار. معادلة العمودي. قطلوها لا. ده ده الميل. يبقى العمودي يا سادزة. مش هيبقى كده. قمال ايه? هلو ميل العمودي هيساوي سالب واحد على الاربعة. فحط الميل هنا. السالب واحد على الاربعة. اربعة في صد باربعة صد. اربعة في اربعة بستاشر. سالب واحد في سين بسالب سين. سالب واحد في اتنين بسالب اتنين. سين سالب تعد موجب في اربعة صد. موجب سين. الاتنين سائل بتاعة دي موجب ستاشر. مع الاتنين فات تمنتاشر باتساوي صفر. اللي اجابة هنا يا سادزة. رقم جيم. اربعة ساد. زايد سين. زايد تمنتاشر باتساوي صفر. في مشكلة الكلام ده? وصلنا لاخر صحيف الامتحان في نموذج الخمس. طب ما ترتب افكارك? وقول لي احنا حلان الامتحان فقط دقيقة. حلان الامتحان ستة وعشرين دقيقة. طب ستة وعشرين دقيقة. ده معدل كويس? طبعا معدل عشر على عشر. بس تاني كلمة اللي بقول لك كل مرة وعمر ما غير. عايزة واحد فايق. عايزة واحد فاهم. عايزة واحد بيحل كتير. هتحل عشر على عشر. لسا لنا طبعا البقلة عندك نازل مجرد السئلة مقالية. فعادي لسا لك سؤال المقاليين. بس زي ما قلت لك تعالى تاني وفكر معايا. خلي السؤال المقاليين ياخدوا معاك. عدية? عشر دقيقة. كيف نتكلم في نص ساعة خمسة خمسة وثلاثين دقيقة. هعرف في الامتحان اعرف الساعتين كويس اوي. هتعرف حلو فوق براحتك. بس تاني ايدك تكون اخداء على الشرط. اتمنى تكون الحصة فيهم كويس. واشوفك على الخير ان شاء الله بدو مقطع الحصة الجاي. شكرا. اشتر اب تعليمك بقى اشتر.